لو نظرنا الألعاب التي فازت بجائزة لعبة السنة في حفلة Game 1 لو وجدناها تقريبا كلها من استوديوهات مشهورة مثلا لدينا في سنة 2015 فازت The Witcher 3 الاستوديو المطور غانا لنتعرف CD Red Project 2016 فازت Overwatch مطورها أحد الاستوديوهات التي انضمت حديثا إلى ميكروسات مع صفقة وعد من أضخم في الصناعة Blizzard وأيضا ثلاثت تيكستو والشهر المتواضع لتتمتع بأعز لايت استوديو إلى أن جوسف فارس يحظر بشعبية كبيرة لكن هذه السنة كانت المفاجأة لأنه ليس فقط الأستوديو الذي لا يحظى بشعبية بل ثلاثت الأنوان الفائز وحتى لاحظنا الكثير من ردات فعل غريبة للكاجو وغير وستسألون كيف يمكن الأنوان مثل هذا أن يفوز بلعبة السنة ونحن نتحدث عن Builders Gate 3 وموضوح القتن اليوم لوريان ستوديو ونتعرف أكثر على هذا الأستوديو نحتاج إلى العودة لسنة 1996 وهي بداية هو تاريخ تأسيس لوريان ستوديو وفي أحد أزقة بريكسل ببلجيكا بدأت الحكاية مع زوين فينكو وهو في مقتبل العمر وبالتحديد 24 ربيع قام بتأسيس هذا الأستوديو وهذا بسبب أنه كان مولوه بألعاب تقمص الأدوار إن كانت في الحقيقة مثل Dungeon & Dragon أو في عالم الألعاب مع سلسلة التيمار التي استوحل كثير منها وكانت كما رجع له وهذا ما سنراحظه مع أول عنوينه التي كانت مباشرة بعد تأسيس الأستوديو وأول تجربة RPG يقدمها كانت تعرف بLMK وهي اختصار للسيدة الساحر والفارس وفي هذه الفترة استوديوهات الاندي لم تكن موجودة وتحتاج دائما لناشر من أجل نشر ألعابك والستوديوهات الناشيرة كانت تعد على الأصابع وتحتاج أن تضمن أن المشروع ناجح لتقوم برعايته والستوديوهات التطوير في بلجيكا في تلك الفترة لم تحقف أي ناجح يذكر لهذا كانت تعتبر كمقامرة بالنسبة للناشرين أن يرعوا أحد استوديوهات البلجيكية ولوريا ستوديو أظهر بعض الجودة مع العنوان الذي قدمه يعرف بLED World قد يقدم تجربة RTS ريلي تايم سراتيجي مقبولة صدر فترة 1997 هذا ملفت انتباه استوديو الناشر الألماني أتيكا أنترتيمنت وبدأ معا في العمل على مشروع تحويل أحد ألعاب الأدوال الواقعية على الطاولة إلى تجربة إلكترونية لكن بعد مدة سنة من هذا المشروع توقف استوديو الناشر الألماني عن دعمهم ما جعله لوريا ستوديو في موقف حقا محرج كان يؤدي لإفلاسه وهذه المرحلة الحرجة التي مر بها الأستوديو جعلته يبتعد قليلا عن صناحة الألعاب ويذهب إلى برمجة أجهزة الألعاب في الكازينوهات وفي الوقت الذي كان يتجه فيه لوريا ستوديو لترك صناحة الألعاب عدا مرة أخرى مع ستوديو ناشر ألماني أيضا CDV Software Entertainment وفي هذه الأثناء بدأت شخصية الأستوديو في التكون وسطاع سوين فانتوك في تقديم ما يريده مع Divine Divinity التي استطرت في سنة 2002 وكانت مستوحاة من BuilderCate التي استطرت في سنة 1998 وقتها من تطوين BioWare لكن لسوح حظ الأستوديو في هذه الفترة ألعاب RPG كانت تحت سيطرة الديابلو ما جعل الناشر CDV يتوقف عن تمويل المشروع ويهيد من جديد ستوديو لوريانا لوضع صعب ماديا جعله يتجه مرة أخرى لمشاريع مختلفة وتطوير أول تجربة ثلاثية الأبعد ومشروع تعليمي من أجل الأطفال يبث تلفزيونيا تحت اسم Cutnet Kick وأيضا في نفس الوقت كان يعمل على تطوير جزء جديد لعنوانهم السابق تحت اسم Beyond Divinity صدرت في سنة 2004 وهذه المرة للسوديو البجيكي تعلمت درس جيدا وأصبح هو الناشر لألعابه واستطاع مع هذا الأنوان تحقيق بعض النجاح التجارية من تفعله تطوير جزء جديد في سنة 2006 مع Definity 2 Ego Dragonist ومعلومة مهمة هذا الأنوان كان من عند الناشر الألماني CDV والتجربة كانت محبطة ولم اهتلقى نجاحا كبير وحصل على تقييمات متواضعة ما تجعل من جديد المشاكل تعود بين الناشر والستوديو المطور لهذا بعدها قرر لوريان ستوديو أنه سيكون هو الناشر لألعابه وهذا ما حدث مع العنوان القادم Definity Dragon Commandant التي استطر في سنة 2013 وكانت تقدم تجربة فريدة حيث يمكنك أن تطير بالتنانين باستعمال الجاتباك وبعدها Definity Origin Scene في سنة 2014 التي حققت معها الستوديو كثير من النجاحات وتقييمة جد إيجابية ولكن هذا العنوان عرف معه لوريان ستوديو العديد من الصعوبات أبرزها مالية واضطر للتوجه للعبين لدعم هذا المشروع ومع النجاحات التي حققتها لم ينتظر الستوديو طويلا ليعود مع جزء جديد في سنة 2017 ويحقق هو الآخر نجاحا هائلا مع تقييم 94 من قبل النقاد وأكثر من مليون نسخة مباعفة أقل من سنة من إصداره هذه النجاحات المتواصلة لم تكسب الستوديو فقط لعديد من التقييمات الإيجابية وأصفار إضافية في البنك بل أيضا جعله يكسب ثقة بايوة ليقدم له مهمة إعادة سلسلة بيلدرغيس بعد أكثر من 20 سنة غياب وأنتم شباب تعرفون باقي القصة كيف نجح لوريان ستوديو في جعلها تحفة فنية ولعبة السنة وأيضا حقق معها زين فينكو الحلم الذي بدأ قبل 27 عام وبهذا الشباب نكون تعرفنا في هذه السلسلة الجميلة باختصار على كل من موجانك ستوديو ثم أصوبو وبعدها الستوديو البولندي تينكلاند ثم كوينتيك دريم وأخيرا في حلقاتنا لليوم لوريان ستوديو وإذكرنا لديكم أعزائي المتابعين أي ستوديو تريد أن تشاهدوناه في هذه السلسلة فقط اكتبوه لنا في الأسئل في التعليقات وحتى إذا لم تكن تعرف اسم الستوديو المطور ما عليك إلي كتابة اسم اللعبة وإنحنا سنحتم بالباقي وإذا نشبهكم لحقا ختم حلقاتنا لليوم تمنى إذن ما قدمنا هنا لأعجابكم وإن لا تنسوا من السبسكرايب واللايك وإلى فيديو آخر نستودعكم الله اشتركوا في القناة